نبقى في مصر ونتوجه الآن إلى القاهرة الفاطمية حيث مسجد الحاكم بأمر الله هذا المسجد ورغم أن عمره أكثر من ألف عام ويعد تحفة معمارية وأثرية متميزة فإنه يعاني من الإهمال وتسود بحاته مبارسات لا تليق بقدسية المكان كما يقول مهاب جمال من القاهرة إنه مسجد الحاكم بأمر الله الذي أسس سنة 379 هجرياً 989 ميلادياً في عهد العزيز بالله الفاطمي وأتم بناء المسجد ابنه الحاكم بأمر الله عام 1110 ميلادياً لذا سمي المسجد على اسمه فيعد مسجد الحاكم بأمر الله من أكبر مساجد جمهورية مصر العربية وأقدمها فالمسجد ذو المئة عام عانى كثيراً من الإهمال فنجد أن أورقة المسجد تحولت إلى مخازناً للتجار وساحاته الخارجية أصبحت ملعباً للكرة مقسم بين الصغار والكبار ناهيك عن فضلات الطيور المنتشرة بطول المسجد وعرضه وخاصة ناحية الوضوء وإذا كان هو الحال بالنسبة للوضوء فكذلك الصلوات فالمسجد الذي أنشئ لتؤدى فيه شعائر الصلاة أصبح خالياً من المصلين ففي صلاة الظهر لم نجد إلا أناساً يسكرون على صوابع اليد الواحدة فقد هم الذين يؤدون صلاة الظهر هذه كانت جزء من الانتهاكات في حق الجوامع الأسرية وأكبر الأمثلة على ذلك مسجد الحاكم بأمر الله وقد قمنا من سؤال بعض المتواجدين في ساحات المسجد وبصراحة التجاوزات موجودة كثير جداً في المسجد بس ده بيرجع للدرق تحت المسجد المسجد اللي هو فيه درق وعيسة مش تلاقي التجاوزات دي يعني حضرتك أنت شايف الشباب نازلة دخلت تلعب بتجري وكان فيه شوية معهم كورة بالصراحة أنا بدخل المسجد مبعجميش اللي بيحصل خاص بحاس إنه ما صرح بالتصوير بنات شباب يعني وضوء بلا ماء وفي طريقه فضلات الطيور وعند سماع الأذان المسجد لا يجد من يصلي به ويأمه عامل المسجد فأين أئمة الأوقاف هل سيظل هذا الوضع سائداً في مسجد الحاكم وغيره من المساجد الأسرية سؤال يطرح نفسه مهاب جمال أنا الشاهد بي بي سي ترجمة نانسي قنقر